اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحتى اليوم وعملها بوتيرة عالية مكنتها من الوصول الى مليوني جرعة في ستة اشهر منذ بدء الحملة وإتمام تطعيم تسعة وستين واربعة اعشار في المئة من عدد سكان بجرعة واحدة على الاقل وهو ما يدلل على سير الحملة في الاتجاه الصحيح وفق ما تم من زيادة لوطيرة التطعيمات ورفع الطاقة الاستيعابية منوها بما يتمتع به المواطنون والمقيمون من حس مسؤول ووعي بأهمية المبادرة لأخذ التطعيمات والجرعة المنشطة والاستمرار بالالتزام بالاجراءات الاحترازية من اجل الوصول الى التحصين المنشود والوقاية من كافة المتحورات بما فيها المتحور دلتا بعدها اشهد المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرا الى المملكة المتحدة ولقاء سموه حفظه الله بولي عهد المملكة المتحدة امير ويلز ورئيس وزراء بريطانيا ووزير الخارجية البريطاني منوها باسهامات هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة وفتح مجالات اوسع في مسار العلاقات المتميزة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين الى ذلك هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين والتي جاءت نتائجهم متميزة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الناجمة عن كوفيد-19 مقدما المجلس الشكر لأولياء الامور والى الهيئات الاكاديمية والادارية بوزارة التربية والتعليم الذين عملوا بكل جد واخلاص من اجل النجاح في اكمال هذا العام في مختلف المراحل الدراسية موجها بان تستمر الوزارة في خططها وبرامجها التطويرية لما فيه خير وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بالحرص على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة بما يعزز الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وتطوير كافة مساراتها بما يحقق التطلعات المنشودة مشيرا الى اهمية الاستمرار في التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق المعايير العالمية وتبني المبادرات التي تستهدف الاسراع بوتيرة هذه المشاريع مشيرا المجلس الى ما تشهده المملكة من تحديث وتطوير للعديد من مشاريع البنية التحتية بما يرفض الاهداف التنموية المنشودة مشيرا في هذا الصدد الى ما ستشكله محطة الدور الثانية لانتاج الكهرباء والماء التي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاحها اذانا ببدء عملياتها التشغيلية من رافد حيوي لتحقيق المزيد من اهداف هذا القطاع وتأمين الكهرباء والماء امام المشاريع الاسكانية والتنموية المتنامية في المملكة ثم استعرض المجلس ما تم تحقيقه من مستجدات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول تقارير التدقيق الاستقصائي التي اعدها ديوان الرقابة المالية والادارية عن بعض اعمال وزارات التربية والتعليم والاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والعمل والتنمية الاجتماعية والتي تم على اثرها احالة المخالفات المرصودة الى النيابة العامة والادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية موجها المجلس كافة الجهات للتعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والادارية وتنفيذ توصيات كافة تقاريره تكريسا للنزاهة وصونا للمال العام بعد ذلك اطلع المجلس على تقارير اصحاب المعالي والسعادة الوزراء حول المشاركة في القمة الاسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا في السادس عشر من شهر يونيو الجاري والمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة الاثيوبية والدورة الثامنة والاربعين بعد المئة للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السادس عشر من شهر يونيو الجاري ومشاركة وفد مملكة البحرين في اعمال الدورة التاسعة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي من الثالث الى التاسع عشر من شهر يونيو الجاري الى جانب المشاركة في الاجتماع الوزري الخامس للجنة سلامة الاغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السابع عشر من شهر يونيو الجاري بعدها أعرب المجلس عن تهنئته لمعالي سيد أنتونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة إعادة تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية بالتزكية متمنيا له التوفيق وللمنظمة مزيدا من تحقيق أهدافها بما يرسخ الأمن والاستقرار للعالم أجمع بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية في مملكة البحرين ومدينة ميامي والتي تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الشرطة المجتمعية ومكافحة الجريمة العابرة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين جامعة البحرين وجامعة هيوستن والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في البرامج الأكاديمية والبحوث وتطوير التدريس مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى